من نيويورك لتريدنج سنترل أنا لؤية الأكواع ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء وسط أنباء أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي وصلوا إلى اتفاق مبدئي حول تمويل أمن الحدود الأمريكي هذا وقد يساعد الاتفاق المبرم الذي قال مساعد الكونغرس أنه لا يحتوي على موال للجدر الحدودي للرئيس الأمريكي في منع إغلاق حكومي جزئي آخر من المقرر أن يبدأ يوم السبت هذا وقد تم إغلاق الحكومة لمدة 35 يوما حتى 25 يناير الماضي ويعد ذلك أطول فترة للإغلاق الحكومي في التاريخ في أسواق العمولات اليورو أمام الدولار تحت الضغط بينما الجنيه أمام الدولار تحت الضغط أيضا حيث يثبت الزوج صحة النمط المثلث المتواصل ويتوقع أن يواجه المزيد من الضعف مواقع البيع تحت 1.2885 مع هداف عند 1.2830 و1.28 في الامتداد الدولار الأمريكي مقابليا لا يزال التحييص صعوديا البيتكوين أمام الدولار ارتداد نحو 3695 نقطة المحورية تقف عند 3527 الذهب يشهد المزيد من ارتفاع حيث تخطى الحد العلوي لمثلث ويتوقع أن يسجل المزيد من تقدم المراكز الطويلة فوق 1.308 والأهداف عند 1.314.5 و1.317 في الامتداد الفضاء أيضا يشهد المزيد من ارتفاع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر